موسيقى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فإننا نعيش في أيام رمضان المبارك فلابد أن نحرص كل الحرص على بلوغ أقصى طاقاتنا في الإتيان بالطاعات واجتناب المنهيات ولابد أن نحاول جاهدين معالجة بعض الأمراض التي أصابتنا قبل رمضان من غير أن ننتبه إليها وفي ظل الظروف التي نعيشها اليوم في إعراقنا الجريح ونعاني آثارها من اضطراب وحيرة وقلق وضيق صدر وحزن بسبب المصائب التي نصاب بها أفرادا وجماعات وبسبب المنغصات التي لا ينجو منها إلا القليل غابت عننا السعادة التي هي غاية هذه الحياة فلابد من علاج فعال لكل هذه الآثار بل نحتاج إلى وقاية من الوقوع أسرى لهذه الأمراض فمن غير المعقول أن تذهب أعمارنا وأيامنا هباء منثورة وليتها كذلك بل نقضي أيامنا بهذه الحالة بهذا الهم والقلق والحزن الذي هو علامة على قلة الإيمان بالله تعالى والتوكل عليه جل في علاه ونحن في أيام رمضان المبارك فلابد أن نحرص على اغتنام خيري الدنيا والآخرة والطمأنينة هي العامل الأهم في تحصيل تلك السعادة والركن الأبرز من أركان الحياة الهانئة الرغيدة لذلك تعالوا بنا نجتهد في الحصول على الطمأنينة في رمضان لننجو من هذه الآفات سابقة الذكر لأن الطمأنينة تذهب القلق وتبعد الحزن وبها تستريح النفوس لأنك أخي المسلم وأخت المسلمة إن بلغت درجة في الطمأنينة فقد أصبحت واثقا بالله تعالى وتدبيره فستكون في سكون آمن وفي استراحة وأنس دائم قال تعالى فإن أصابه خير اطمأن به والطمأنينة من المكاسب التي يدخلها الله سبحانه وتعالى في قلوب المؤمنين في مواضع الخوف وفي مواضع القلق والهم والغم والحزن إذا انقطع الإنسان إلى عبادة ربه بالخضوع والتواضع ولا يكون الاطمئنان إلا بالإيمان واليقين ولا يحصل ذلك إلا بما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد قص القرآن الكريم لنا قصة متكاملة ببلاغة ألفاظها ومعانيها في الطمأنينة عندما أنزل الله تعالى الطمأنينة على صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا ونصرهم نصرا عزيزا مؤزرا في معركة بدر الكبرى لما توكلوا على الله حق التوكل أنزل الله معهم ملائكة تقاتل الكفار كي تطمئن قلوبهم فقال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم كلنا يعرف معركة بدر الكبرى لكن ما يغيب عن الأذهان غالبا هو أن الله أنزل ملائكة تقاتل معهم لذلك عليك أخي المسلم أولا أن تطمئن لشريعة ربك عز وجل وتوقن أن دينه الحق وهو صراط المستقيم وهو الناصر والكافي والولي وحده وأن تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك وأنه ما يشاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فلا وجه للجزع والقلق إلا ضعف الإيمان واليقين بالله تعالى وإن سألت كيف نحصل على هذه الطمأنينة كيف نغرسها في قلوبنا أقول لك تعالى نستمع سوية لقول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب نعم بذكر الله وطاعته فلا يمكن لشيء في هذه الدنيا أن يسد مسده مهما علت في نظر الناس قيمته ومكانته ومنصبه وعلمه وغناه كل ذلك لا ينفع في الحصول على الطمأنينة فلن تنعم بالهدوء وعدم الاضطراب ولن تعيش في راحة البال إلا بذكر الله واتباع أوامره وشرعه عندها ستصبح ممن يحب الله ويأنس بذكره وهذه هي صفة القلوب المؤمنة فمعرفة الله تعالى والإكثار من ذكره وعبادته تكسب اطمئنان النفس وإن أصبحت من أصحاب النفوس المطمئنة فأبشر بكل خير لأنه سينادى عليك بهذه الصفة العظيمة قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية المطمئنة بالإيمان الراضية بقضاء الله تعالى الموقنة بما وعد الله تعالى لأن هذه النفس صارت إلى مرتبة أن لا تأمر صاحبها بالسوء إذن أيها المسلم احرص أن تخرج من رمضان وقد اطمئن قلبك بذكر الله تعالى فتدخل في حصن حصين من آفات الدنيا ومفاسدها فكل صباح تنهض فيه بإيمانك بالله وثقتك به وحسن ظنك بتدبيره واختياره هو صباح أبيض لا يشوبه ما يعكر صفوته نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا وإياكم من أصحاب النفوس المطمئنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة